إليكم قراءة في عنوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية وبدايتها من بريطانيا حيث ذكرت صحيفة The Times أن رئيس الوزراء بوريس جونسون دعا الناس إلى العودة لارتياد المحلات التجارية من جديد وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء ظهر علانية لأول مرة منذ أن اجتح الوباء المملكة المتحدة وذلك بهدف حث البريطانيين على التسوق بكل ثقة وتبديد مخاوف الساكنة الأمر الذي أضحى ضروريا من أجل استئناف النشاط الاقتصادي على نحو جيد وعلقت صحيفة لفيقاغ الفرنسية على الخطاب الذي ألقاه الرئيس إمانويل ماكرون يوم أمس والذي أعلن من خلاله عن العديد من التدابير الرامية إلى إنعاش عجلة الاقتصاد في البلاد والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد زهاء ثلاثة أشهر من الحجر وكتبت الصحيفة أنه على الرغم من الشعور بالرضى الذي عبر عنه ماكرون فإن البلاد شأنها شأن الرياضي تخاطر بدفع ثمن باهد بسبب التوقف الذي دامت مدته ثلاثة أشهر ونقرأ على الصحيفة طيبيند جونيفا السويسرية أن إغلاق الحدود المفروض منذ السادس عشر من مارس الماضي قصد تطويق الوباء كان له أثر إيجابي على محلات المواد الغدائية والفلاحين المحليين مشيرة إلى أن المستهلكين الذين أجبروا على عدم التنقل إلى فرنسا لم يكن أمامهم سوى التبضع بسويسرا وفي ألمانيا تمت صحيفة فرانكفورت الرانتشاو باتزام البلاد استخدام تطبيق يتيح التحذير من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القادمة وأشارت الصحيفة إلى أن التطبيق سيمكن الساكنة من استئناف الحياة العادية التي يتوق إليها الكثير من الناس لكنه لا يحل مكان الحاجة إلى الامتثال لقواعد مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية من جانبها صلت صحيفة البايس الإسبانية الضوء على إعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز عن فتح البلاد لحدودها مع دول فضاء شينغن في الواحد والعشرين من يونيو باستثناء البرتغال وأوضحت اليومية في مقال تحت عنوان سانشيز يقدم على إعادة فتح الحدود لإنقاذ السياحة أن الحكومة قامت مرة أخرى بتسريع خططها لرفع الاحتواء الشامل بالنظري إلى التحسن في البيانات المرتبطة بتفشي الوباء وكذا الضغوط التي تفرضها بعض القطاعات الاقتصادية الهامة لا سيما السياحة